اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكثر من ستة سبعة ياردة وبالتالي استمر اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراة الحالة الثالثة في دقيقة تسعة واربعين سقوط عبد الرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء ونشوف الحالة هل كان في دفع او تنافس على الكرة هنا حصل دفع من مدافع نادي الرياض ومفترض ان الحكم الفيار يستدعي الحكم للحالة ركل الجزاء لم يعلن عنها الصالح فريق نادي الشباب كابتن سبير بص يا كابتن انا امشي مع خالد التريس لسبب بسيط نفس المعيار اللي ما حسبوش في الكرة الاولانية لان ده خلاص ده تنافس طبيعي على فكرة حتى لو حطت اليد هنا مفيش تنافس هو يدوبك بس ده لمس وقع يعني ده التنافسات الطبيعية عمان نجي نبص على ايد لعب الرياض حتى ما تعملتش ستريتش يا ده بقى التلامس راح حمد الله ويعا انا هنا ما استمر اللاعب شو رايك عبد الله فلات والله انا شايفه بالانتي شايفه بالانتي هذا حمد الله وزي بالانتي الاتحاد امام الشباب اللي برضو كان لحمد الله في اخر الدقائق بيسدد دفع وما احب اختلف بين الكابتنين بس انا لا لا شوف المحمد الشيخ شا تقول ابو بدر خلال المباراة لما شفته من لقطة ثانية غير هذه اشوف بالانتي دفع بشكل قوي ادي لسقوط اختلال حمد الله وسقوط ناصر لهو يدي لا اشوفها عادية يعني تنافس عادي يعني الدفع في اليد اليسرى ناذر الرياض دافع باليد اليسرى لان الحمد الله كان متقدم ودفع بالظهر وفرد اليد وبالتالي الحالة واضحة ليس التنافس التنافس المهاجم امام المدافع وعملية الدفع موجودة فالقرار ركل الجزاء ركل الجزاء فضل الحالة التانية في دقيقة 88 هنا في ركل داخل منطقة الجزاء من مدافع نادر الرياض على عبد الرزاق حمد الله شوف عملية الراكل هنا هذا مولعب طبيعي في ركل مفترض حكم الفي آر هذا يستدعي الحكم لمشاهدة الحالة وقد يتخذ قرار ولكن ركلة الجزاء موجودة في الدقيقة 88 من زمن المباراة ايضا لعبد الرزاق حمد الله كابتن سبير هنا في لعب بإحمان من لعب ناج الرياض وبالتالي ركل الجزاء تضر ابو فان هذه اهم حالات مباراة الرياض والشباب اربع حالات ركلتين جزاء للشباب لم يعلن عنها حكم المباراة وكان مفترض حكم الفي آر يستدعي الحكم لمشاهدة الحالتين نقطة نظام ترجمة نانسي قنقر